موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم شباب ان شاء الله دايما تكونوا بخير يا رب النهاردة هنتكلم عن الحوادث الحوادث ديت يا شباب في حوادث اسمها حادثة مركبة الحادثة المركبة دي بتتكون من حادثتين بسيطتين او اكثر النهاردة عن اتعرض للحوادث المستقلة والغير مستقلة الحادثة المركبة يعني حادثة مركبة اوضحه تتكون تتكون من حادثتين من حادثتين بسيطتين او اكثر او اكثر حادثتين بسيطتين او اكثر طيب الحوادث المستقلة او لحادثتين مستقلتين انا كاتبة يقعان معنى لازم يقعوا مع بعض لا يؤثر كلا منهما على الاخر ده ده بيأثر في ده ولا ده بيأثر في ده يعني النواتج الاولى لا تؤثر في نواتج التانية طيب بنكتبها ازاي بي يعني احتمال اي و بي الوا دي في الراضيات يعني تقاطع الوا يعني تقاطع ده رمز التقاطع طيب بي اي و بي او بي اي تقاطع بي يساوي بي اي ضرب بي بي طيب لو كان واحد يأثر على التاني بي اي و و او و بي بي ساوي ممكن اكتب دي بطريقة تانية خالص بي اي او بي اي احتمال وقوع اي ضرب احتمال وقوع بي بشرط شايفين الخط ده اسموه بقى بشرط وقوع اي معاي شباب طب تعالى نشوف مثال دي الكلام ده عند هلقاء قطعة نقود ومكعب مع احتمال زهور الشعار وا 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 مدام قال لي وا يبقى تقاطع يبقى دول حدثين يما مستقلين او غير مستقلين طب عرف ازاي هل سحب او زهور الشعار يؤثر على زهور العدد خمسة ده لا يؤثر على ده او ده لا يؤثر على ده يبقى دي حوادث مستقلة يبقى بي بتاعتي بتساوي احتمال زهور الشعار نص واحتمال زهور العدد خمسة طبعا نعرف خمسة ده واحد من ستة اضرب الاحتمالين يطلع لي الاحتمال الكل اللي هو واحد على طبعا اتنشر تعال نشوف واحدة تانية كيس بيه تلت كرات حمراء وقراتين صفراء ما احتمال سحب وقراتين الاولى صفراء والتانية حمراء مرة بدون ارجاع ومع الارجاع تعال نحلي مع الارجاع دي او بدون ارجاع دي اي واحدة نبتدي مع الارجاع طب انا عايز احسحب كرة صفر الجزء على الكل اللي هو النسبة بتاعتنا الاحتمال الاساسي كام صفراء اتنين على الكل كام خمس طيب هو رجع الكرة تاني بعد ما سحب كرة صفر رجح هل فضايل عينة او النواتج الكليات غيرت لا طبعا طيب يبقى اذا كرة حمراء ثلاث على كام برضو على خمس لان فضايل عينة لم يتغير رجعت القرى اللي خدته يبقى الناتج ستة على خمسة وعشرين ده الاحتمال الاول طب لو قلت يبدون ارجاع طب لو كانت صفر يل ايوا استنتجوا صفر يبقى اتنين على خمس ده احتمال القرى الاول طب لو كانت التانية حمراء الحمراء كام ثلاث على كام يا شباب انا خدت خلاص كورة ما رجعتاش اصبح الخمس كور اللي هو فضايل عينة اربع اضرب يطلع الناتج ممكن طبعا ابسط لو عايز هيطلع ستة على عشرين وعايز ابسط ابسط زمن عايز ثلاثة من عشر طيب تعال نشوف بعض التمرين ولقيت قطعة نقد ومعها مقعب مرقم مرة واحدة ما احتمال زور الشعار والعدد ست يبقى زور الشعار نص زور العدد ست ست اضرب يطلع واحد على اتناشر اوجد احتمال اذا رميت مكعب مرقم كان الناتج عدد زوجي ثم قدرت مؤشر القرص المقسم من واحد الى خمسة فحصلت على عدد فردي طبعا المكعب فيه كام عدد زوجي ثلاثة يبقى ثلاثة على ست بينما القرص مقسم من واحد لخمسة فيه كام عدد فردي عند الواحد والثلاثة والخمسة يبقى احتمال زوجي عدد فردي ثلاثة على خمسة اضرب اطلع الناتج يبقى ثلاثة في ثلاثة بتسعة ستة في خمسة تلاتين وممكن برضو ابسط فبتعنا اخذ حاجة تاني يحتوي صندوق على ثلاثة كرات ابيض واربع كرات اسود سحبنا ثلاثة كرات بدون ارجاع بدون ايه ارجاع ما احتمال ان تكون الاولى سوداء والثانية سوداء والثالثة بيضاء نمشي واحدة واحدة طب احتمال القرى الاولى البيضاء السوداء الاسف الاولى سوداء يبقى اربعة على فضال عينة كله سبع كرات يبقى أربعة على سبع بنا كده سحبتك احتمال السحب الأولى سودة. طب التانية سودة أنا خدت كرة وما رجعتهاش. أصبح لسود بقى كام؟ ثلاثة. على فضال عينة ناقص كرة بقى برضو ستة. في التالتة بيضاء. البيضاء كام؟ ثلاثة. أنا خدت كرتين بقى خلاص. أصبح فضال عينة كام؟ خمسة. أضرب وطلع الاحتمال الكلي يطلع ستة على خمسة وثلاثين. طب دعنا أخذ ثمان واحد. تجل المعلمة مصابقة من ثمان طالبات. ولتشكيل الفريق الفريقين يتم سحب البطاقات من واحد لثمانية عشوائي. وقلنا قبل كده كلمة عشوائي دي ما تخوفنيش قوي في الاحتمال. الفريق الأول ايه؟ معه الأرقام الفردية. والفريق الثاني بي مع الأرقام الزوجية. إذا كانت ليلة في الفريق الايه؟ الثاني بي. فما احتمال انها سحبت ايه؟ العدد اتنين. أنا عارف طبعا عدد الزوجية من واحد لثمانية. اتنين. اربعة. ستة. تمانية. اربعة عدد. هي هتسحب إيه بس؟ هتسحب اتنين. يبقى تسحب عدد من اربعة. يبقى واحد على اربعة. يمكن ان يلعب بلال عشوائيا في واحدة من ست رياضات. وتناول تعامل في فترة من ثلاثة فترات. ما احتمال ان يلعب الرياضة التانية. هم كم رياضة؟ ست. يبقى احتمال رياضة التانية واحد على ست. طب فيه كم فترة للطعام؟ ثلاثة. يبقى هو هيتناول فطوره او طعامه في الفترة الأولى. يبقى احتمالها واحد من ثلاثة ثلاثة. اضرب. اطلع الناتج واحد على ثمنتاشر. نبص هنا بقى. ودي اسئلة مهمة جدا. عند رمي مكعب مرقب. ما احتمال ظهور العدد ثلاثة؟ علما بأن العدد الظاهر فردي. ما ده قال ليه علما بأن كده؟ يبقى ده اسم احتمال مشروط. اسم احتمال يا شباب مشروط. الاحتمال المشروط صغر فضاء العينة. انا عارف ان فضاء العينة كل المكعب ستة. هو قال لي العدد الظاهر ايه؟ فردي يعني يظهر واحد وثلاثة وخمسة. يظهر ثلاثة اعداد بس. او فضاء العينة الجزئي واحد وثلاثة وخمسة. لانه قال لي فردي. ما احتمال ظهور العدد ثلاثة يبقى واحد من ثلاثة. كمان سؤال. عند رمي مكعبين مرقمين. ما احتمال ان يظهر العدد اربعة على احدهما. قبل ما اكمل السؤال وهو مكعبين مرقمين. مكعبين مرقمين دول فضاء العينة قدي ستة وثلاثين زوج مرتب. طيب. ما احتمال ان يظهر العدد اربعة على احدهما. اذا كان مجموع العددين الظاهرين كام تسعة. يبقى انا عندي ستة وثلاثين زوج مرتب. هاخد منهم بس من الزوج المرتب اللي مجموعه كام تسعة. هيتلع عندي طبعا تلاتة وستة او ستة وثلاثة. تخيل كده عندك مكعبين هم. النتجين اللي فوق في السطح الظاهر لازم يكون مجموعهم. تسعة طبعا واحد ومفيش مع واحد ولا اتنين. هابدأ من ايه؟ من تلاتة. تلاتة في الحجر الاول او في المكعب الاول وستة في المكعب التاني. العكس ستة وثلاثة. طب هنا اربعة وخمسة ده المكعب الاول وده المكعب التاني. فهمين يا شباب؟ هنا العكس خمسة واربعة. هما دول النواتج الممكنة بحيث يكون مجموحهم كام. ست ده اسمه فضاء العينة الجزئي. طب هو بولي زول العدد اربعة. طب الاربعة زالت في كام زوج هنا بالله عليك. وفي اتنين يبقى اذا احتمال زول العدد اربعة. اتنين على اربعة اللي هو نص. كمان سؤال. رقمت قطاعات متطابقة. من واحد الى اتناشر. وهو دير المؤشر ما احتمال ان يستقر المؤشر عند العدد حداشر. اذا علم انه استقر عند عدد ايه؟ فردي. طب بالعدد الفردية من واحد الى اتناشر. اه يبقى صغر هنا فضاء العينة. ايه عدد فردية فقط من واحد الى اتناشر. واحد وثلاثة وخمسة سبعة تسعة حداشر. يبقى فضاء العينة ده كام عدد ستة. هو هيستقر بس على ايه؟ على حداشر. يبقى احتمال زور حداشر هو واحد من ستة. يعني واحد على ستة. طب تعالى نشوف تمرين تاني. عند القامج واعب مرقم مرة واحدة. ما احتمال زور عدد زوجي. عدد ايه بقى المرة دي؟ عدد زوجي. علما بقى ان العدد الظاهر اكبر من ثلاثة. يبقى اذا انا اصبح فضاء العينة الجزء كام يا شباب؟ اهو عايز اعداد اكبر من ثلاثة. اللي هي اربعة وخمسة وستة. يبقى اذا هو عدد زوجي. يبقى بي زوجي. اكتب كده بي زوجي. يساوي في كم عدد زوجي هنا؟ اتنين. يبقى الاحتمال اتنين من الكل كام؟ ثلاثة. طب ناخد كمان سؤال بي او بي ايه بشرط قوة بي يساوي مثلا اتنين على ثلاثة. و بي بي يساوي مثلا نص او جد او جد. بي ايه تقاطع بي. بي ايه تقاطع بي بي ساوي. بي ايه بشرط بي. في بي بي. او عايز اكتبها كده بي بي. هي هي. ضرب بي ايه بشرط بي. يعني بي ساوي بي بي نص. ضرب اتنين على ثلاثة. الناتج طبعا تلت. وبكده شباب يبقى خدنا الحوادث المستقلة والغير المستقلة. القاكم على خير باذن الله في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة